معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أهلا وسهلا أهلا وسهلا الله يبرك لك أنا مؤية معك مؤية الله يبرك لك كنت عايزة أسأل الله يبرك لك ربنا يبرك لنا فيك آمين بارك الله فيكم تفضلي كنت عايزة أسأل حضرتك دلوقتي أنا زوجي يرحج من 14 سنة نعم نعم أسمعك وكنت طلبت لما هو قدم بعد ما قدمه كده أنا دايقت وصعب عليه جدا فطلبت منه كان هو مكتدر يعني أنه هو ياخدني معاه فهو قال لي لا ده شيء تفضل مني عليك فأنا دلوقتي الموضوع ده شوف من 14 سنة ومؤثر فيه صحيح أي نعم معي طبيعي معي أولادي ومعي كده بس يسعب علي نفسي يعني يعني أنا مثلا يعني بعد كده حتى أنا ربنا كرمني معي أرض من والدي أي نعم هي بسيطة بس إلى الآن يعني حتى مستنيه لما ربنا يكرمني فيها عشان هي دلوقتي سعرها في الأرض يعني هم بيعملوا شارع وكده فقالوا وبعد كده هتبقى سعرها في فوق طيب فأنا بس لهذا سؤالين نعم موضوع الأولاني إيه هو الزوق حق الزوجة على الزوج وفعلا ده شيء تفضل منه على الزوجة فعلا يعني أي شيء بيعمله فعلا ده تفضل فعلا يعني الشيخ لا لا ما تخلطيش ما تخلطيش بين الأمور أي شيء بيعمله أي غير أنه يحجج زوجته ولا لأ أنت بتسألي عن أي شيء ولا عن الحج تحديدا ما هو الحج فريضة أيوة جميلة هو لما أنا دلوقتي مثلا أنا 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 لا أنا مش عايزك تبرلي سؤالك أنا عايز بس السؤالي بقى واضح أنا مثلا معي حدديلي سؤالك أنت بتسألي عن أي شيء لا ما أنا خلطي حضرتك نعم نقطتين النقطة الأولانية أنا كنت مقدرة وكان جايلي يعني كنت هشتغل مع ذلك هو فرفض وفضلت أن أنا أعد في البيت وأخذ بالي من ولادي ممتاز كان ممكن لأن أنا تخصص كان نادر كان ممتاز بيت كان ممكن أن أنا ساعتها أن أنا فعلة أن أنا أقدر وروح وهو اتفق معاك واتفق معاك وقتها أنك ما تشتغليش وأنا متكفل بكل احتياجاتك أي صح كده؟ أيوة يا شيخ ده كلام محترم جدا ده كلام محترم جدا ده كلام محترم أنا ده طبيعي أنا أنا مش هخليكي محتاجة الحاجة تمام السؤال التالي بقى يا شيخ تمام الشيء التاني السؤال التاني موضوع أن أنا معايا أرض أي نعم بسيطة بس أنا لو بعتها اللي هي كم إيرات دول يدوب أن أنا ممكن أطلع أحك بس هي فيما بعد ممكن يعني هتجب لي أسعار كبيرة يعني أنا ساعد إن أنا هتبقى فيما بعد مش هحجي بس هتساعد معه فيما بعد آه يعني نعم آه يعني نعم آه هم بي هم أصلا بيعملوا الشارع اللي فوق فأرضنا نزل التحت مجرد ما الشارع معي الزبط هم شغالين فيه طيب يعني سنة يعني سنة كمان تكون بطبحت المسألة سنة كمان مثلا والله يا عم الشيخ أنت عارف الحكومة أنت عارف الحكومة والدنيا ما عرفش أنا لا أضمن بالكتير سنتين ثلاثة دهبي الخاص بي والله يا عم الشيخ أنا كده كده في نيتي أنا أصلا ربنا يساعدني إن أنا لو فعلا أنا معي دهبي دهب بتاعي بس هو مش هيكمل لو عرفت إن أنا أتصرف وأكمل إن أنا إن أنا برضو ما اتكلتش على الأرض دي أو إن أنا أقدر أتصرف إن شاء الله ربنا يسهل بس هيك نيتي يعني بس كل ده يعمل حاج إن أنا مش عايزة فعلا إن هو يتدخل في الموضوع ده فعلا لأن بقولك يا تيوك من 14 سنة وهو مؤثر في الموضوع لا هو مش مؤثر فيك ده والشيطان بس يشيل هالك وكل شيء يقلب هالك الشيطان بيقلب هالك بس عشان يوقع بلك وبنزوجك لا والله هو بس لما بيجي موضوع الحك بس بقولك لا لا أنا الحمد لله ايوة كده صلى عن النبي بقى كده وحيد الله لا 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 أنا سايب الموضوع أنا بقول لا أنا عيش 14 سنة الحمد لله جاد عكيدة الله يوسع عليك بققل أي شيء بذييني سايب الأمر لله بس كده الله يوسع عليك ويبركلك الراجل ممكن يكون قال كلمة بدون قصد ونساها بس الشيطان حفرها في ذهنك عشان كل شوية يقلبها معاك يعني احتمال يبقى ده مدخل انه يوقع بينك وبينه انت بقى شطرة ومشاء الله عليك واضح انك إنسانة بتخافي ربنا سبحانه وتعالى وعاقلة ميزك الله تعالى بالزكاء والعقل وبتحب زوجك وأولادك فوتي بقى على الشيطان الفرصة دي وأقولك أنا بقى الكلام اللي يطمنك وفي المسألتين دول مسألة الأولى فيما يتعلق بموضوع الحج مسألتك انت خلانا لاني ده الموضوع المهم في الحقيقة تاني دي بسيطة جدا انت واجب عليك الحج الفريضة وأنا أحيي فيك اهتمامك وحرصك على الحج لأنه للأسف الشديد للأسف الشديد كتير من المسلمين والمسلمات وبعضهم قادر وقادرات ولا ينتبه لأهمية فريضة الحج ولذلك عايز أقول خدوا بالكم يا إخوة الحج لمن لم يحج الفريضة وهو قادر يعني مستطيع ماديا وبدنيا انه يحج وما يحجش انت لو مت على كده هتقابر ربك سبحانه وتعالى وانت لم تكمل أركان الدين ولذلك في حديث مرعب والله مرعب من كان قادرا فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان قادرا على الحج فلم يحج أو من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ما هو ده بيعتبر يعني تخيلوا كده حد ما بيصليش انت بتصليش ليه ما هو نفسه كده القادر على الحج زي اللي ما بيصليش زي اللي ما بيصمش رمضان لكن بنقول بتسقط الحج عن اللي مش قادر على تكاليف الحج يعني لإنه التكاليف بقت عالية جدا بقت في السماء أو مريض ومش قادر يبقى دول العزر يتقابل به ربك لكن انت بسم الله ما شاء الله وانت بسم الله ما شاء الله عمل انت سفروا كل سنة دبي وتروحوا مش عارف تروحوا باريس ولندن وبتروحوا فين وبتجو فين وبتقضوا في الساحل للصيف كله بتقضوا في الصيف قد اللي تصرفوه على الحج طيب ما يبقى الحج أولى ففي ناس كده يعني البوصلة مفقودة منهم في موضوع التركيز على حجة الفريضة كلام طبعا التأكيد هنا على حجة الفريضة فانا أحيي فيك هذه الروح ربنا يبارك فيك ويبلغك الحج إن شاء الله وانا أريد ان اقول ان كل من تتعلق كل من يتعلق قلبه وتتعلق نفسه بالحج والله سوف يسر الله تبارك وتعالى له الحج وانا أقسمه على ذلك لأن على ذلك من الشاهدين اوعى تكون انت مش قادر ماديا أو مش قادر بدنيا بس سنوي قول يا رب ارزقني الحج نفس حج بس اقولها بإخلاص وبصدق وابدأ اعمل حصالة كده حوش جنيه بجنيه جنيه بجنيه يا عم جنيه ايه بس ده الحج دلوقت قال لحاجة بقى بمئة ألف جنيه يا عم هتجيب المئة ألف جنيه ما تقلقش منين ما تفهمش بس اقول توكلته على الله حصالة الحج اكتب عليها كده الحج حج الفريضة وحط فيها كل يوم ان شاء الله جنيه كل شهر يا سيدي كل شهر جنيه وموت موت والحصالة لسه فيها عشرة جنيه ما تقلقش يبقى على قال لكده تشفع لك ذلك تلك الحصالة امام ربك سبحانه وتعالى انت كنت ناوي اهو وترجمت النية الى عمل لكن نقعد نبلط فيها كده والناس قادرة ومش عايزة تطلع يبقى احنا كده اللي بيعمل كده يبقى يعني عقوبته شديدة فنرجع بقى السؤال حضرتك اه بيعي دهبك وروحي حج بيعي دهبك وروحي حج كميلا على الدهب اعملي جمعية مع جلانك وصديقاتك وصحباتك وقريبك اعملي جمعية والجمعية على شوية الدهب وطلعي حج طب ما الجمعية دين يا شيخ هو ينفع الواحد يحج وعليه دين اه ينفع الله ازاي اه دين وكتب الوصية كتب لزوجك حبيبك ده اقول له بعد لو انا مدت وما سددتش الدين يبقى ديني عندك يوم وكتب لك كده دين وكي عندي ويمضو خلاص كده سددت الدين انت خلاص باتي اليش ولادك بقى وزوجك يسدوه يبيعوا الارض بقى ولا يتصرفوا هما ويسدوا الدين لكن نبقى قادرين هنا الحمد لله وشبهي قادرين ماديا وما نحجش لأنا روح نحج فاتصرفي وحج طب ممكن اأجل وبيع الارض اه ممكن يعني لو هتعود سنة سنتين بسم الله ما شاء الله واضح انك لسه يعني في الاربعينات ولا في الخمسينات ولا حاجة فلسه ماشي يعني ممكن بس تخذي قرار ان الارض بقت ارض الحج لا اجوز ولد ولا اجوز بنت ولا اعلم ولد ولا اعلم بنت ابوهم ربنا يوسع عليه ويجوزهم ويعلمهم الارض يسمها ارض الحج خلاص زي الحصلة اللي كنا بتكلم عليها من شوية بقت الارض بالنسبة لك تبيعها بقى بعد سنة بعد سنتين انت حرة طب لو موتتي ومحجتيش اهو تمن الحج يوم الجماعة دول بقى يبيعوا الارض الورصة بتوعك يبيعوا الارض ويبعتوا احد منهم يروح الحج بفلوسك انت يحجلك انت بفلوسك فطيب فكرة بقى ان الزوج هل ملزم الزوج انه يحجج زوجته احنا بنتكلم هنا ايه علاقة الزوج بالزوج العلاقة الاصل في العلاقة الزوجية ان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالاصل الحد الادنى الواجب على الزوج ناحية الزوجة مأكل مشرب ملبس بيت طب لو كان في اتفاق زي ما انت قلت بقى كده من شوية لا ده انا متفق معا من شوية انا كان تخصوصي نادر وانا كنت المفروض اشتغل وكان زي ما دلوقتي معايا ملايين بس هو قال لي لا وانا متكفل يبقى هو العقد شريعة المتعاقدين هو التزم يبقى المؤمنون حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم اه يبقى هو ملتزم انه يحججك بيع انت بقى الدهب هو يكمل الباقي وروح يحج وربنا يوسع عليك يا رب او هو يتكفل بحج كله ان كان قادرا طب كان من 14 سنة يقدر ودلوقتي مش قادر يبقى ربنا يعينه ان شاء الله ودعيله وربنا يوسع عليه لكن طالما التزم او ألزم نفسه انه يقف جنبك في كل مصاريفك يبقى هو ملتزم بحجك بارك الله فيك وفيكم جميعا وجزاكم الله خيرا لحسن مشاهدتكم ولا تحرمون من صالح دعواتكم